ازايكو حبيبة عاملين ايه ونهاردة بنتكلم عن احداث مساسة للتمن احداث الحلقة 77 زين كان راية عند كرم لكن للاسف ترجع في كلامه ومشي كرم كان واقع على الارض وتتصل مياه بسارة وعايزة تيجي تقابلها ضروري في الوقت المتأخر ده امينا بتقترع على سارة تقول كل حاجة لزين لكنها بتقول طالما هو خلاص راح وهيتجوز انا مانيش علاقة بي مياه بتكلم اهلها وكانوا في الفندق بعد ما جابتهم من المطار وبييجي زين وبتلم عليه ان هو مراحش معاه الاستقبال قال لها ان هو بيعتذر كتير وان هو كان مجغول وان هو راح عند كرم ومشي على طول مقدرش يدخل لعنده وكان نفسه يكون معاه في يوم زي ده ومش قادر ان هو يعني ما يمنعش نفسه منه كان عايز يروح له اقترحت علي بعد رسالة سمية بتروح لناديم ويه بتقول ان هي عايزة تقول لزين ومش عارفة تفرح أصرا ان النهاردة بفرح ابنها قال لها الحياة فرح وحزن وفرحي سمية بتروح لسارة وبتكون قلانة جدا وبتقول لها ان حاسة ان الدنيا مخنوقة بها وبتقول لها كمان ان هي كانت عند كرم وان هو تقريبا طلتها وانها عايزة تروح له بس خايفة يعني كرمتها وهلا بتكون مخنوقة وسمية بتروح عند بيت كرم بس بتمشي على طول وزين قاعد بيفكر ومية بتقوم الصبح علشان خاطر يزبط موضوع الفرح خلاص مفيش وقت ابوها وامها بيوصلوا بتستقبلهم استقبال كويس وبينزل زين يسلم عليهم تيمة بتروح الصبح باتري جدا عشان تزور كرم وبتلاقيها على الارض هلا بتكون قلانة على كرم وبتكلم ناديم يروح يشوفه وبالفعل ناديم بيروح وبيلاقي تيمة عنده وبيكونوا على الارض وبيسعفوه على طول على المشفى وبيجي اتصال لسارة من تيمة بتقول لها ان كرم تعبان وراح المستشفى وناديم بيتكلم مع عالب بيقولها على موضوع كرم وبيبدأ زين ومية تجهيزات للفرح بتاعهم وبعد كده هلا قبل ما تروح المستشفى بتعدي على سمية وبتاخدها سمية بتجري على طول معاها وبيروحوا كلهم على المستشفى وبيكونوا قلقانين جدا وسمية بتروح وبتبكي مع هلا وابنها بيبعط لها رسالة وبيقولها انتي فين بيدخل بعد كده كرم العناية المركزة وبتكون حالته كتير صعبة والكل قاعد قلقان برا وهلا بتبكي ومعا سمية وهلا بتقول لي سمية روحي انتي فرح ابنك وانا حبقى طامنك بالتليفون بينما زين موجود في المكان اللي بيتجهز فيه الفرح وبتوصل امه وبيسألك انتي فين قالت ان هي كانت عندك كوفير قالت انت بتكذيب علي انتي شعرك زي ما هو قالت ان هي معجباش الشعر يعني تسريحة الشعر فقالت للكوفير يخلص على طول ويرجعه زي ما كان مكنت مسدها وقال لها كنتي فين مفروض تكوني موجودة معانا انا نهارضة فرحي واهل مياه موجودين فوق اعتذرت وقالت ان هي يعني كانت بتأخرت عشان الكوفير مش اكتر وبتطلع بعد كده وبتشوف ابو مياه وام مياه بتسلم عليهم وسألتها بقدرة كنتي فين تأخرتي قالت ان هي كانت عند الكوفير فام مياه التاريخة اتورت لها كده وعند الكوفير شعرك زي ما هو مياه بس اطلع علشان تسكت وبعد كده فتحه في موضوع قرم وازاي ما يقفش معزين في ظروف زي دي ومياه برضو عايزت تسكتها ولكن امها منفتحة في الكلام وعملت تتكلم على اخرها وبعد كده بنشوف الجميع في المستشفى والكل قلقان وسمية لبست لكن برضو لسه بتفكر في موضوع قرم بتتصل بهالة بتقول لها ايه الاخبار قالت لها مفيش حاجة لسه جديدة حالته صعبة وضعيه له كتير وبتقرر صمية تقول لابنها زين على موضوع قرم بتندع عليه ولسه هتحكي جات مية وبعد كده بطرت حكي وما تكلمتش وراح زين علشان يجاهز نفسه والكل موجود في المستشفى وصارى مؤهورة علشان عارفة ان النهاردة الفرح بتاع زين ومية وهلا بتبكي على ابنها وبتدعي ربنا يقوموا بالسلامة الفيديو بيخلص وربي كنا لأعجابكو والنهاردة تكلمنا عن احداث حال أسابة وصابين من مسلسل التمن يا رب الفيديو يكون أعجابكو أشوفكو أنا خير في فيديو تاني وحصري لمسلسل التمن باي باي